مرحب بالجميع أنا بعتذر مني معكم أنا موجود حالياً بإربيل بالعراق الاجتماع الهيئة الاستشارية لجميع التحدث عن في العراق مرحب فيكم مثل كل ثلاثة الشهر بالمحاضرات اللي نقوم فيها في المركز الدراسية الببليي في جامعية تام أدس وهلأ زميلي دكتور عيسى دياب رح يعطي التفاصيل عن المحاضر والمحاضرات له السنة لكن أنا عندي موادي خاصة بالدكتور جوني عواد هو كان استيز لألي بمرحلة كتا عم بدو أصل له كان استيز في العهد الجديد وأنا متحوق أنه نكون أمرحب في اليوم بهالمحاضرة في جميع التمعبس أهلا وسهلا مرتين بالجميع الندوة هي الثانية لهذه السنة بين ثلاث ندوات نتناول فيها موضوع قراءة الكتاب المقدس في الصياق اللبناني طبعا الصياق اللبناني أهم شيء فيه هلأ هو الفساد لقد استوحينا العنوان العام لهذه السنة وعنوين المحاضرات من الواقع اللبناني بشكل مباشر ومن واقع المنطقة يعني بالمنطقة كلها في فساد مستشري والعالم كمان العالم منه خالي من الفساد ونركز خاصة على موضوع الفساد في السلطة الحاكمة تعددت الآراء بشأن موقف يسوع المسيح من السلطة الحاكمة فمن قائل إنه لم يتعرض لها مطلقا من يسوع ما خصه بالسياسي إلى قائل إنه انتقدها إلى من يرى أنه استخدم العنف المعنوي وأحيانا البدني المادي حيالها يجدر الانتباه هنا إلى أن السلطة الحاكمة في زمن المسيح لم تكن محدودة بالسلطة المدنية بل تعددتها إلى السلطة الدينية التي كان لها حق البت بالأمور التي لها علاقة بالدين من المفروض أن تكون السلطة الدينية رقيبا على السلطة السياسية فماذا لو كانت السلطتان فاسدتين في نفس المكان والزمان كما كانت الحال في زمن المسيح لكن ما هو الفساد في السلطة؟ برأينا هو استغلال السلطة لتحصيل مكاسب شخصية غير شرعية أو بشرعية زائفة ومزورة هذا النوع من الفساد ممكن إيجاده في العالم أجمع لكن بمساب مختلفة إن محاولة اكتشاف موقف المسيح الحقيقي من السلطة الفاسدة مدنية كانت أم دينية لهو من الأهمية لأتباع المسيح في كل الأزمنة فهؤلاء عليهم أن يسيروا في طريق ربهم ومعلمهم وفي زمننا في لبنان بل ربما في المنطقة كيف يجب أن يكون موقف المسيحيين وتصرفهم العمل حيال الحكام والمسؤولين الفاسدين هذه الأسئلة وغيرها يتناولها المحاضر بخباره الواسعة ومهنيته العالية ليضع لنا أساساً متيناً لفهم موضوع موقف المسيح من السلطة الفاسدة وسيستعرض أمامنا النصوص البيبلية المفتاحية التي يمكننا أن نتعلم منها بانتهاج علوم التفسير العلمية المتعارف عليها مدة الندوة تسعين دقيقة منها خمسة أربعين لستين دقيقة محاضرة يتبعها ثلاثين لخمسة أربعين دقيقة حوار بشأن المحاضر يحمل الدكتور جوني عواد درجة دكتوراه فلسفة من كلية برينستون اللهوتية وهو أستاذ مشارك في المواد الدراسية المتعلقة بالعهد الجديد في كلية اللهوت للشرق الأدنى ودرس في جامعات أخرى وله عدد كبير من المقالات العلمية المنشورة في حق لاختصاصه والدكتور عواد هو أيضا عدو في الرابطة الكتابية التي نقوم بهذه المحاضرات بالتنصيق معها وهو أيضا أمين سر لجنة الشؤون التربوية والتعليمية في السينودوس الإنجيل الوطني في سوريا ولبنان وعضو مجلس إدارة الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو المنبر لك دكتور عواد يسرنا أن نرحب بك بالبداية بشكر دكتور بسوس والأسيس عيسى دياب على الاستضافة بشكر كمان جمعية الكتاب المقدس في لبنان والرابطة الكتابية على هذه السلسلة من المحاضرات في كتاب صدر له في العام 2011 حمل عنوان الله والسياسيون ووزع حينها على أعضاء المجلس النيابي اللبناني أكد الراحل القص الدكتور غسان خلف أن الموقف المسيحي من السلطة السياسية أو المدنية نابع من الشهادة الكتابية في أن الحاكمة هو خادم لله مستشهدا بكلام الرسول بولوس في رسالته إلى أهل رومي أقتبس لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة انتهى الاقتباس انطلاقا من هذا الموقف واجب المسيحي لا يختصر في الخضوع للسلطات القائمة فحسب إنما في الصلاة من أجل حاكم ليزوده الله بالحكمة وليحكم بالعدل ويوازي بين العدل والرحمة في أحكامه أي موقف معارض للسلطة أو الحاكم هو بمثابة تمرد على الله وعلى ترتيبه لا شك أن هذا الموقف المسيحي يتمتع بحصانة كتابية ويدور في فلكه ليس فقط الرسول بولوس إنما أيضا كاتب الرسائل الرعوية وكاتب رسالة بطرس الأولى لكن هذا الموقف من السلطة ليس الموقف الكتابي الوحيد بحسب شهادات العهد الجديد وللمفارقة فإن كاتب رؤية يحنم يشيطن السلطة السياسية ذاتها التي يعتبرها الرسول بولوس ترتيب إلهي عنيت بذلك الإمبراطورية الرومانية ويدعو إلى مواجهتها في الأمانة للمسيح السؤال الذي يطرح ذاته هنا أمام هذه التعددية في المواقف الكتابية أي موقف كان ليسوع من السلطة السياسية وبالأخص إذا ما كانت فاسدة هذا هو الموضوع هذه الندوة أو هذه المحاضرة والذي سأحاول سبر أغواره من خلال أربعة محاول المحور الأول سأحاول رسم المعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم الذي عاش فيه يسوع وقدم رسالة مجيء الملكوت فيه هذا المحور مهم جدا رغم أنه سيكون شوي طويل مهم جدا لأنه يعرفنا بالسياق التاريخي العام الذي تفاعل معه يسوع ويسهل علينا فهم أقواله وأعماله أما المحاور الثلاثة الباقية فهي مشاهد من الأناجيل انتقيتها لقناعة أنها تمكننا من الاختراب قدر الممكن من موقف يسوع من السلطة الفاسدة هذه المحاور الثلاثة أو المشاهد الكتابية الثلاثة عنوانتها محور الأول أو المشهد الأول عنوانتها أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله لله المشهد الثاني عنوانتها أمضوا وقولوا لهذا الثعلب المحور الثالث عنوانتها أنتم جعملتموه مغارة ضصوص المحور الأول المعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم الذي عاش فيه يسوع تكشف لنا الأناجيل كما كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن يسوع عاش في عالم معقد تتحكم بمعالمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ثلاث منظومات قائمة للسلطة على رأس هذه المنظومات كانت الإمبراطورية الرومانية روما دخلت على مسرح الأحداث في أرض فلسطين في القرن الأول عندما احتلتها في القرن الأول قبل الميلاد عام ستتة وستين اهتمامات روما الرئيسية في المناطق التي كانت تحتلها كان لها طابع اقتصادي يتمثل بجباية الجزية لقيسر لتحقيق أهدافها اتبعت في فلسطين استراتيجية تنصيب ملوك أو حكام محليين موالين لها ينبون عنها قادرون على تأمين مصالحها الاستعمارية وتمويل مشاريعها التوسعية جبازة الجزية لقيسر كانت تتطلب من وكلاء روما المحليين الحكم بقبضة من حديد حتى لو استلزم ذلك الترهيب والقهر ومنع أي اضطرابات ذات طابع أمني من شأنها عرقلة تدفق الجزية إذن السلطة الأولى أو المنظومة الأولى للسلطة كانت روما سلطة غاصبة ومحتلة أهدافها خدمة مصالحها التوسعية والاستعمارية على حساب المقومات الحياتية للشعوب التي كانت تحتلها وكلاء روما المحليين التي كانت تحكم من خلالهم أزلامها المثال الأكبر عليهم هو هيرودوس الكبير هيرودوس الكبير هو الذي قتل أطفال بيتلاح هيرودوس الكبير كان مثال لوكلاء روما من الحكام المحليين ففي العام سبعة وثلاثين قبل الميلاد وخليكم معي معلش شوي سرد تاريخي بس مهم سبعة وثلاثين قبل الميلاد نصب رسميا من قبل الرومان ملكا لليهود على أرض فلسطين واستمر حكمه حتى مماته في العام أربعة قبل الميلاد أي السنة التي ولدتها يسوع استمرار هيرودوس في الحكم لأكثر من أربعة عقود أربعين سنين إنما دلالة على نجاحه في تأمين مصالح روما وعلامة رضا من قبل روما عليه حكم هيرودوس بقبضة من حبيب وعرف عنه أنه كان طاغيا فهو لم يتوانى حتى عن قتل ثلاثة من أولاده يوم استشفى طموحهم السياسي كان هيرودوس من عشاق الحضارة الهلينية أو اليونانية وعرف عنه حبه للعمارة وتشييد الأصرحة الضخمة خلال حكمه بدأ العمل على إعادة بناء هيكل أوروشالين وشيد في المدينة مسرحا ومدرجا وقلعة ملكية محصنة كما أنه بنى مدن بأكملها أشهرها كانت قيسرية البحر على شاطئ المتوسط والتي أهداها إلى الامبراطور أغسطس في العام عشر قبل الميلاد في المدينة هذه روجا فيها لعبادة الامبراطور مشاريعه العمرانية تخطط أرض فلسطين لتشمل بناء هياكل وثنية وأصرح عامة بتمويل سخي في العديد من المدن الهلينية خارج فلسطين خلال حكمه نجح في السيطرة على المؤسسة الدينية اليهودية وأعطى لنفسه الحق في تعيين من يراه مناسبا لمنصب رئيس الكهنة وإقالته ساعة يشاء تبعا لأهوائه ومصالحه كل هذا الانفاق المالي الضخم على هذه المشاريع العمرانية التي قام فيها هيرودوس أتت من الحمل الضرائب الثقيل الذي فرضه على المجتمع اليهودي هذا الحمل الضرائب بالإضافة إلى الجزية إلى قيسر أوصل المجتمع اليهودي آنذاك إلى حالة الإنهاك الاقتصادي مع نهاية حكمه وهو ما تجلف الحركة التمردية التي حصلت بعد موته مباشرة في العام أربع قبل الميلاد والتي كانت تعبيرا عن امتعاض شعبي ضد سياساته الضرائبية وترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاعتقالات التعسفية التي اتبعها في مواجهة معارضيه تدخلت روما بشكل مباشر لإنهاء حالة التمرد وكانت الحصيلة صلب ألفين من المتمردين ألفين صحيح أن هيرودوس كان رجل أعمار لكن اهتماماته الأساسية ومشاريعه العمرانية كانت بهدف حجز ما كان له في الإمبراطورية تبقيه في السلطة ملكاً لليهود عندما تكون اهتمامات الحاكم إرضاء سيده المحتل من أجل منفعة شخصية للبقاء في السلطة فهذا هو الفساد بعينه عندما تكون اهتمامات الحاكم إشباع شهوة السلطة لديه على حساب العدالة الاجتماعية في المجتمع فهذا هو الفساد بعينه إذا كانت روما المحتلة الغاصمة لمقدرات الشعوب التي احتلتها هي رأس المنظومات القائمة للسلطة زمن يسوع فإن وكلاءها المحليين من ملوك وحكام كانوا المنظومة الثانية للسلطة بعد موت هيرودوس تم تقسيم مملكته وبقرار من أغسطس على ثلاثة من أبنائه عين هيرودوس انتقاس حاكم على الجليل وثريا أرخلاوس على مناطق اليهودية والسامرة وديومية وفيليبوس على مناطق شمال شرق الجليل ما يهمنا هو منطقتي الجليل واليهودية كونهما كانتا المسرح الجغرافي والحيوي لخدمة يسوع الجليل بشمال فلسطين واليهودي جنوب الجليل في الجليل انتهج انتيباس هيرودوس انتيباس سياسة والده العمرانية وبنى وبقية في الحكم أربعة عقود أربعين سنة أعاد بناء مدينة صفورية التي دمرها الرومان كعقاب على التمرد اللي صاره اللي كان ضحيته ألفين شخص وجعلها مركزا للحضارة الهلينية كما بنى مدينة طبرية على الضفة الغربية من بحر الجليل تيمنا باسم الإمبراطور طيبيريوس أو طيباريوس قيسر وجعلها عاصمة قطاع الجليل ومركزا للتأثير السياسي والحضاري الروماني كل هذه المشاريع كانت تمول من جيوب الفقراء الفلاحين في الجليل بأغلبية كانوا فلاحين فقراء تخمن بعض الدراسات أن تسعين لخمسة وتسعين بالمئة من سكان الجليل كانوا من الفلاحين الفقراء أما البقية فكانوا يشكلون الأقلية الأرستقراطية التي تملك الأراضي الشاسعة والمسيطرة على الدورة الاقتصادية في القطاع تقدر بعض الدراسات أيضا أن الفلاح الجليلي إذا ما أراد استئجار قطعة أرض ليزرعها ويدفع ويسدد من محاصيلها ضرائبه قد يجد نفسه مضطرا لدفع نصف محصوله بدل استئجار الأرض وفي حال كان الفلاح يمتلك قطعة أرض صغيرة ربع أو ثلث محصوله قد يذهب لتسديد ضرائب خزينة الدولة المحلية والجزية لقيصر وفي حال حصل خلل ما في المحصول بسبب مرض أصاب الزرع أو جفاف فهذا من شأنه أن يجبر الفلاح على الاستدانة لتسديد ضرائبه عدم القدرة على دفع الدين غالبا ما كان يؤدي إلى مصادرة الأرض وانتهاء الأمر بالفلاح كعامل يومي يعيش تحت رحمة السياده من المتمولين الأرستقراطيين ليست صدفة ليست صدفة أن تكون الكثير من شخصيات الأمثال التي علم بها يسوع مستوحات من هذا الواقع المؤلم حيث نجد رب البيت صاحب الكرم الكرمون الفعل الوكلاء الكثير من هذه الأمثال هي نقد لواقع الأمور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في فلسطين تحت الاحتلال الروماني وفي ظل طبقة محلية حاكمة متحكمة بمفاصل الأمور ما يستدعي إعادة قراءة هذه الأمثال وتفسيرها من ضمن السياق التاريخي الذي نحاول رسم معالمه كون العديد من هذه الأمثال قد تم روحنتها في الأناجيل الإزائية بسبب السياقات السربية التي وضعت فيها لم تكن الجزية لقيصر وضرائب الحكومة المحلية الأعباء المادية الوحيدة التي كان يرزح تحتها الجليليون فهناك أيضا نظام العشور للهيكل والتقديمات المتعددة مثل باكورة الغلة والنصف الشاكل أو الدرهمين التي أتت في وقت لاحق وغيرها كل هذه التقديمات التي كانت تدخل إلى خزينة الهيكل لخدمة الهيكل ونظامه والقائمين عليه كانت بمثابة مادي إضافي على فلاحي الجليل أنهك قواهم المادية وجعل حياتهم بؤسا وذلا هذا كان الواقع لأمور في الجليل تحت حكم أنتي باس ولم يتغير كثيرا عن ما كان عليه زمن والده كل أعباء الضريبية التي فرضها كانت بهدف ضمانة بقائه في السلطة وإرضاء لسيده المحتل المحزن في هذا كله أن المصالح الشخصية لهؤلاء الحكام كانت على حساب انتفاء العدالة الاجتماعية وترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين عندما تنحر العدالة الاجتماعية في مجتمع ما ويطغي منطق المصلحة الشخصية للحاكم هذا هو الفساد بعينه أما في اليهودية بالجنوب وبعد حكم استمر عشر سنوات اتسم بعدم الكفاءة خلع الخلاوس ابن هيرودوس الكبير وأخضعت أخضعت المناطق التي كانت تحت حكمه إلى الحكم الروماني المباشر من خلال ولاة يعينون مباشرة من الإمبراطور مثال على ذلك بلاطس البنطي مع بدايات الحكم الروماني المباشر يعني ست ميلادي على اليهودية حصلت انتفاضة محدودة إثر قرار روماني بأن يكتتب كل شخص في مكان إقامته بهدف تنظيم شؤون القطاع ودفع الجزية لخيصر قاد هذه الانتفاضة شخص باسم يهوذة الجليلي تحت عنوان أن أي اكتتاب هو اعتراف بربوبية روما أو قيصر على أرض وشعب إسرائيل في حين أن لا رب سوى الله على شعبه وعلى إسرائيل خلال فترة الحكم الروماني المباشر في اليهودية وفي غياب ممثلين عن العائلة الهيرودوسية كان من الطبيعي أن يجمع منصب رئيس الكهنة في أورشالين بين المهام الدينية من جهة والمهام السياسية من جهة أخرى رئيس الكهنة خلال تلك الفترة أضحى الوسيط بين الوالي الروماني والشعب اليهودي والمسؤول الأول تجاه الوالي الروماني في الإدارة الذاتية للشؤون اليهودية وبسبب حساسية وأهمية المنصب أعطت روما لنفسها الحق في تعيين من تراه مناسبا لمصالحها من رؤساء الكهنة اليهود وخلع من لا يخدم هذه المصالح أو يرفض الخضوة والتعاون غالبا ما كان الخيار لمنصب رئيس الكهنة يتم من خلال انتقاء الوالي الروماني لمرشح من مجموعة صغيرة من العائلات الكهنوتية اليهودية ذات الطابع الأرستقراطي في اليهودية هذا الترتيب في اليهودية كرس وجود منظومة ثالثة للسلطة متمثلة برئيس الكهنة والعائلات الكهنوتية الأرستقراطية هذا الأمر دفع ببعض الباحثين في مجال العهد الجديد إلى وصف اليهودية في تلك الفترة على أنها كانت دولة الهيكل التابعة دولة الهيكل التابعة بحكم موقعي كرئيس الكهنة وبالإضافة إلى المهام السياسية المناطة به كان رئيس الكهنة المشرف الأول على النظام القائم في الهيكل والسلك الكهنوت المرتبط به وعندما تتكلم عن الهيكل نحن نتحدث عن مؤسسة كانت تتمتع بالقوة والتأثير ذات مقومات مالية هائلة تدور في فلكها الحركة الاقتصادية لمدينة أوروشالين في كتاب لهما بعنوان Bandits, Prophets and Messias يقول ريتشارد هورسلي وجون هانسون عن الهيكل عن هيكل أوروشالين في زمن يسبوع أن ما كان يجمع من العشور وغيرها من التقديمات للهيكل بحسب فرائد الشريعة ليس فقط من يهود فلسطين إنما أيضا من يهود الانتشار شكل فائضا من الغنى المكدس في أوروشالين لكنه أي هذا الغنى لكن لم يكن هناك آلية تكفل إعادة توزيع هذا الغنى على من هم بحاجة إليه على عكس جزء كبير من هذا الغنى كان يصرف على الكهنة لتأمين حياة مترفة ويعاد الباقي إلى خزينة الهيكل على شكل معاد ثمينة الواضح إذن من هذا السرد التاريخي المقتضب للمعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة على أرض فلسطين زمن يسوع أن هناك ثلاث منظومات للسلطة تتحكم بواطع الأمور على رأس هذه المنظومات كان الإمبراطورية الرومانية يليها وكلاء روم المحليين من ملوك وحكام ومن ثم السلطة الدينية السياسية في اليهودية بحكم وقع هذه المنظومات الثلاث تكافلت فيما بينها وتكاملت مع بعضها البعض في خدمة مصالحها المادية والشخصية والذاتية وأفرزت واقع أقل ما يقال عنه أنه كان يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا كيف تعامل يسوع مع هذه المنظومات السلطوية الفاسدة الغاصبة وأي موقف اتخذ منها هذا ما سأحاول تبيانه في المحاور الثلاثة القادمة محور الثاني أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله لله يعتبر هذا القول مركزيا قولا مركزيا ليس فقط على صعيد معرفة موقف يسوع من السلطة السياسية الرومانية القائمة إنما أيضا يبنى عليه في اشتراح مفاهيم مسيحية عن طبيعة العلاقة بين العالمين الروحي والزمني يرد هذا القول أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله الله في مشهد من الأسبوع الأخير من حياة يسوع الأرضية وهو يعلم في الهيكل وترويه لنا الأناجيل الإزائية يعني أول ثلاثة أناجيل مدى مرقص والوقا للاختصار انتقيت السرد المرقصي لهذا المشهد في هذا المشهد يتقدم معارض يسوع منه بهدف استياضه بكلبه ويسأله بإطراء نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس فل بالحق تعلم طرق الله أيجوز أن نعطي جزية لقيسر أم لا نعطي أو لا نعطي شكلت الجزية موضوع حساس لزمن يسوع كونها كانت رمزا للسيادة الرومانية على أرض وشعب إسرائيل في فلسطين وهو ما رفضه كثر وكان السبب الرئيسي العديد من حركة التمرد استعرضناها قبل شوي وكانت أمر حيوي لخدمة مصالح روما ومشاريع التوسعي إن أجاب يسوع على السؤال بنعم سوف يعتبر خائنا وعميلا من قبل البعض إن أجاب بلا سوف يؤمن جوابه دليلا قاطعا لمعارضي على تمرده وعلى لسط اتهامات سياسية ضده يسهل اعتقاله ومن ثم تصفيده علما بريائهم يسألهم يسوع لماذا تجربونني ثم يطلب منه أن يأتونه بدينار لينظره فيعطوه دينار ويسألهم لمن هذه الصورة والكتابة فيجيبوه لقيصر فيجيبهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ويتابع مرقص سرد المشهد ليقول فتعجبوا منه لماذا التعجب لأن يسوع بذكاء فائق أجهض نيتهم استياضه بكلمة وأبقى نفسه خارج فقط تجربة فهو لم يجب لا بنعم ولا بلا إنما أبقى جوابه في دائرة الضبابية والرمادية هذه الضبابية والرمادية في قول يسوع فتحت الباب أمام الكثير من التفسيرات والتأويلات عبر القروض في كتاب له تحت عنوان Uneasy Neighbors يعرض والتر بيلغرين أربعة مسارات أو أطروحات تفسيرية لفهم قول يسوع أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لا ويعتبرها الأكثر تمثيلا سأحاول تلخيصها طرح الأول هو الطرح التقليدي الأغسطيني اللوثري والذي يفسر هذا القول ليسوع على أنه اعتراف ضني من قبل يسوع لوجود مملكتين شرعيتين مملكة مملكة الله ومملكة قيصر لكل منهما مكانتهما وواجب احترامهما وضرورة إطاعتهما كلاهما ترتيب إلهي وكما الطاعة هي واجبا لله كذلك دفع الجزية واجب لقيصر هذا الطرح الأول يفهم هذا القول طرح التاني ينطلق من الافتراض بوجود مملكتين لكن الأولوية بينهما هي للمملكة لمملكة الله ملك قيصر ليس ترتيب إلهي لكنه واقع ويجب التعامل معه بإيجابية دفع الجزية واجب وأي نوع من التمرد ضد أو المواجهة مع ملك قيصر أمر مرفوض ومدان ويجب المسيحي أن لا ينشغل بأمور ملك قيصر طرح التالت ينطلق أيضا من الافتراض بوجود مملكتين وأن الأولوية بينهما هي الطاعة الكاملة لملك الله على الرغم من أن ملك قيصر ليس ترتيبا إلهيا إلا أن هذا الملك له مكانته وهو قائم وبالتالي دفع الجزية واجب لكن عندما يبدأ ملك قيصر التضييق على أتباع يسوع في طاعتهم لله أو تتضارب ممارساته مع قيم ملكوت الله فمن حق المسيح أن يعلن الأسيان المدني في وجهه من أجل المسيح دفع الجزية هي إحدى التعبيرات لهذا العصيان أو عدم دفع الجزية هو أحد التعبيرات لهذا العصيان الطرح الرابع والأخير يختلف جذريا عن الطرحات الثلاث السابقة إذ يرى أن القصد من قول يسوع هو أن الطاعة الكاملة هي واجب لله ولله فقط فإن أعطى الإنسان لله كل ما هو لله لا يبقى أي شيء لقيصر وبالتالي لا جزية لقيصر الإشكالية الأساس في الطرحات الثلاث الأول تكمن في الافتراض المسبق أن هناك مملكتين مملكة الله الروحية ومملكة قيصر الزمنية وهذا باعتقاد افتراض لا ينسجن مع تنازج وانسهار الروح والزمن في الفكر الديني اليهودي بشكل عام ولا حتى مع فكر يسوع بشكل خاص كرازة يسوع بمجيء ملكوت الله كما خدمته التي جسدت حضور هذا الملكوت لم تكنا محصورتين ببعضهما الروحي إنما طالطا كافة جوانب الحياة الإنسانية كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مجيء ملكوت الله كان إذان بوصول عالم جديد فيه تطويبات وأخبار سارة للفقراء والمساكين شفاء لممكسرين القلوب تحرر وإطلاق للمأسورين بأمراض وأرواح شريرة إطعام للجياع تمكين للمهمشين والمنبودين ودعوات إلى إعادة انخراطهم اجتماعياً واقتصادياً في دورة الحياة الإنسانية مشاركة للثروات المادية وإعادة نظم وترتيب للعلاقات الإنسانية بالأخص الجندرية منها على أسس الرحمة والتحنن والمحبة والصدف والمسامحة والعدالة هذا العالم الجديد هو نقيد العالم السياسي أو النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي أفرزته الذي أفرزته وأرسته السلطة السياسية الرومانية المحتلة ووكلاءها المحليين مجيء ملكوت الله كشف عورات هذا النظام السياسي والمجتمعي الذي فرضته روما فأي موقف كان ليسوع منها وما تدعيات هذا الموقف على دفع الجزية لقيصر قول يسوع أعطو مالي قيصر لقيصر وما لله لله باعتقادي لا يجيب بوضوح عن هذا السؤال الذي طرحته ولا يمكننا الاستخلاص أو استخلاص موقف واضح ليسوع من السلطة الرومانية القائمة نحن بحاجة أن ننظر إلى نصوص أخرى توضح موقف يسوع وتساعد في حل لغز قوله أو ما قصده بقوله أعطو مالي قيصر لقيصر وما لله لله في مشهد إيزائي ذات طابع تعليمي يتوضح لنا أكثر موقف يسوع من السلطة السياسية بشكل عام لاختصار انتقاية السرد السرد المتاوي للمشهد في هذا المشهد تتقدم أم ابني زبدي من يسوع وتطلب منه أن يجلس أبنائها واحد عن يمين وآخر عن يسار يسوع في ملكوته فيسألهم يسوع عما إذا كان باستطاعتهم أن يشربا الكأس التي سوف يشربها أو أن يصطبغا بالصبغة التي سيصطبغ بها فيجيبا بإيجابية يغيظ الحديث باقي التلميذ يبدأ يسوع تعليمه قائلا أقتبز أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم أي يسودون الأمم رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم العظماء بين الأمم يتسلطون على الأمم فليكون هذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما من أراد أن يكون منكم أولا فليكن لكم عبدا كما أن أبن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين الواضح من هذا المشهد التعليمي ليسوه أن هناك تناقدا جوهريا بينما مالك العالم القائمة ومفاهيمها وممارساتها للسلطة والقوة والعظم من جهة وبين قيم الملكوت ملكوت الله وفهمها وتعريفها للسلطة والقوة والعظم ففي حين يسود الرؤساء ويتسلط العظماء على أتباعهم في المنظومات السياسية والمجتمعية لممالك العالم وينعم هؤلاء بالانتيازات وخدمة الذات والقدر على الاستغلال هناك رؤية جديدة للسلطة والقوة والعظم ضمن جماعة الملكوت تتمثل ليس في خدمة الذات إنما في بذل الذات من أجل آخرين هذا النص يتكشف لنا بوضوح أكثر موقف يسوع المبدئي الناقد لمنظومات السلطة السياسية القائمة هذا النقص نقد ليس مبنيا على الرفض المسبق والمطلق للسلطة السياسية إنما لقناعة يسوع بعدم قدرة السلطة السياسية أن توائم في فهمها وممارستها للسلطة والقوة والعظمة مع ما يتطلبه ملكوت الله ما بتقدير ما بتقديري ما بتقدير تعمل قيم الملكوت من هذا المنطق الطاعة المطلقة لله ولملكه تحتم على جماعة الملكوت الإبتعاد الناقد من السلطة السياسية وتشكيل مجتمع بديل تعاش فيه قيم الملكوت مجتمع بديل مقاوم سلمياً للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم من قبل السلطة السياسية ملكوت الله هو نور في ظلمة ملك قيصر ووكلاء قيصر المحليين يكشف عورات المنظومات السياسية القائمة ويقدم بديلاً لمجتمع إنساني أفضل قائم على بدل الذات من أجل آخرين وليس على خدمة الذات إذن إذا كانت الجزية لقيصر رمزاً لربوبية قيصر على الأرض وشعب إسرائيل وتشريع لممارساتها السلطوية الجائرة التي أفقدت المجتمع عدلته الاجتماعية بالقهر والترهيب تهي بالتأكيد على تناقض مع مجيء ملكوت الله وقيمه من هذا المنطلق قول يسوع أعطوا ما لقيصر وما لله لله يعيد تصويب الأمور على ما هو لله والعودة إلى الطروحات التي استعرضناها إن الافتراض المسبق للمملكتين غير صحيح وغير صائب على الأقل من منظار يسوع هناك مملكة واحدة هي مملكة الله ملك قيصر ليس ملك مستقل بحد ذاته إنما جزء من النظام الأكبر للخلق بغض النظر إذا كان ساقط هذا الملك أو بيشي هو جزء من النظام الأكبر للخلق الذي صنعه الله ويسود ويملك عليه الله الموقف من ملك قيصر يعتمد أولاً وآخراً على مدى السجام أو تباين هذا الموقع مع إرادة الله لخلقه فعندما تصبح الجزية لقيصر أداة للترهيب والقهر والمنفعة الذاتية والذل والإفقار والاستغلال وانتفاء العدالة الاجتماعية الموقف اليسوعي أي موقف يسوع منها هو الابتعاد الناقد وبالتالي لا جزية بقيصر وتشكيل مجتمع بديل مقاوم يجسد إرادة الله وملكه محور الثالث أو المشهد الثاني الكتابي أمضوا وقولوا لهذا الثعلق في مشهد مثير للجدل موجود حصرياً في إنجيل لوقة يتوضح لنا موقف يسوع من المنظومة الثانية للسلطة السياسية المتمثلة بوكلاء روما المحليين وبالتحديد هيرودوس أنتيباس حاكم قطاع الجليل حيث ترعرع يسوع وعاش هناك وبدأ خدمته هناك وعلى الرغم من فرادة هذا المشهد وأهميته غير أن القصر الراحل الدكتور غسان خلف لا يأتي على ذكر هذا النص البتة رغم تخصيصه فصلاً كاملاً عن هيرودوس أنتيباس ففي لوقة 13-31-33 يخبرنا البشير لوقة أن بعض الفريسيين أتوا إلى يسوع قائلين له أخرج واذهب منها هنا لأن هيرودوس يريد أن يقتلك لا يخبرنا لوقة عن السبب الحقيقي وراء نية هيرودوس أنتيباس قتل يسوع كل ما يخبرنا إياه لوقة هو أن هيرودوس أنتيباس حتى هذه النقطة من السبب يعني حتى إصحاها 13 وأنه كان قد سجن يحنى المعمدان بسبب توبيخه له على زواجه من هيرودية زوجة أخيه فليبوس وأن فور سماع هيرودوس أنتيباس عن يسوع وما كان يقوم به من كرازة عن مجيء ملكوت الله ارتاب وقال يحنى أنا قطعت رأسه فمن هذا هو الذي أسمع عنه مثل هذا وكان يطلب أن يراه الملفت في هذا المشهد أن يسوع لا يشكك بتحذير الفريسيين له فإن كان هيرودوس قد قطع رأس المعمدان من المحتمل جدا أن يكون أيضا جادا في نيته قتل يسوع خصوصا أن خدمته واهتمامه بالفقراء والمهمشين والمرضى والممسوسين بدأت تكشف عورات سياسات وممارسة حكمه في رده على تحذير الفريسيين يجيب يسوع بقوله أمضوا وقولوا لهذا الثعلب هذا الملك تبعه أو الحاكم تبعه ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا يهلك نبي خارجا عن أرشاليم بعدها يرث يسوع أرشاليم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين لأنها سترفض سترفض استقبال الآتي باسم الرب يسوع هناك أمرين مثيرين لاهتمام في رد يسوع على تحذير الفريسيين له الأول هو وصف هيرودوس أنتيباس بالثعلب والثاني إصراره على متابعة خدمته من خلال طرد الشياطين والشفاءات كرد على تهديد هيرودوس أنتيباس له إن وصف أحد ما بالثعلب كان ولا يزال وصف لمكر الشخص خبثي احتيالي قدرته على التدمير من خلال المناورة والمراوضة وصف يسوع لهيرودوس بالثعلب هو نقد لاذع لشخص هيرودوس وأيضا لسياسات هيرودوس وممارساته السلطوية التي أفقرت أهل الجليل في سبيل خدمة مصالحه المصولية والشخصية ومصالح من يقف ورائه من أسياده الرمان لكن الأهم من ذلك وأن رد يسوع على تهديدات هيرودوس له بالقتل كان إصراره في البنضي قدما في طرد الشياطين والشفاءات فما العلاقة بين الاثنين شو علاقة التهديد بالقتل والرد على التهديد بالقتل أنه أنا مستمر بطرد الشياطين والشفاءات ما العلاقة بين الاثنين العلاقة بين هذين الأمرين لا يمكن فهمها ما لم نكن مقتنعين أن يسوع كان يملك نظرة رؤيوية ليس فقط لكرازته بمجوء ملكوت الله وخدمته إنما أيضا لفهم العالم من حوله فالعالم هو خلق الله وحسن لكن لكن العالم أضحى فريسة الشيطان وقوى الشر التي تعبث فسادا وظلما فيه خلاص العالم الوحيد وتحريره من قبض الشيطان ورجوعه إلى حضن الله لا يمكن أن يتم إلا من خلال تدخل مباشر لله في التاريخ يسوع كان يملك اليقين أن الله كان يتدخل بشكل مباشر في التاريخ من خلال شخصه وإرساليته وخدمته ليعلن ملكه على الأرض ويكسر قبضة الشيطان وقوى الشر عليه من خلال الشفاءات وطرد الشيطان بيقول الأنجيل ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج الشيطان فقد أقبل عليكم ملكة الله وكان يسوع يخرج الشيطان من هذا المنطلق حكم هيرودوس وسياساته وموراساته السلطوية كما تلك المتعلقة بقيسر وجزيته ما هي إلا تجسيدات لقبضة الشيطان على العالم مواجهة حكم هيرودوس تكمن في إصرار يسوع إطاعته للسلطة وملك الله ومتابعته طرد تلك القوى الشيطانية التي تقف وراء فساد وظلم حكم هيرودوس المواجهة تتطلب امتدادا للعالم الجديد الذي أتى مع مجيء ملكوت الله كلما تمدد هذا العالم الجديد ودخل إليه كثر ليتشكل به تناقصت رقعة سيطرة الشيطان وقوى الشر على العالم إذا كان موقف يسوع المبدأ من الإمبراطورية موقفا ناقدا لسياساتها وممارساتها وإصراره على مواجهتها فإن موقفه من وكلاء روما كان أكثر حدة إذ شيطنها واتهمها بالثعلبة وأصر على مواجهتها لكسر قبضتها على المجتمع محور الثالث الرابع والأخير أو المشهد الثالث الكتابي أنتم جعلتموه مغارة لصوص هذا القول ليسوع هو جزء من مشهدية ترويها لنا الأناجيل الأربعة معروفة تقليديا مشهدية هذه بحادث تطهير الهيكل وهي غالبا ما تثير في التساؤلات حول تصرف يسوع للاختصار انتقيت السرد المرقصي لهذا المشهد ففي اليوم التالي لدخوله أوروشالين يتوجه يسوع إلى الهيكل ثم يدخل على الأرجح قسم القسم الخارجي منه المخصص للأمم ويبدأ بإخراج الذين كانوا يبيعون ويشترون ثم يباشر بقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام ولم يدع أحدا يقول الناس يجتاز الهيكل بمتاع بعد ذلك يبدأ تعليمه قائلا أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموا مغارة لصوص فور سماع الكتبة ورؤساء الكهنة بدأ التخطيط لقتل يسوع لأنه بحسب إنجيل مرقص بدأوا يخافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه قد يتبادل البعض من الوهل الأولى أن حادثة الهيكل لا علاقة لها بالموضوع الذي نحن بصدده السلطة السياسية إلا أن الصورة التي حاولنا رسم معالينا في المحور الأول أوضحت أن الهيكل لم يكن مجرد مؤسسة دينية إنما أيضاً مركزاً للقوة وعصباً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً تتأثر إلى حد كبير به بديدة أوروشالين بأكمالها التسمية التقليدية لهذا الحدث أو المشهل بتطهير الهيكل هي أيضاً بحاجة إلى إعادة تصويب هذه التسمية تفترض أن وجود الصيارفة والكراسي باعة الحمام وغيرها هي علامات على تدنيس الهيكل وإجا يسوع لا يطهر الهيكل عايز هيكي ألا بالطولة لا لا إلا أن هذا التفسير لم يعد مقبولاً بعد طرح إي بي ساندرز في كتابه جيزوس ان جيوليزم في طرح ساندرز يرى أن وجود الصيارفة وباعة الطيور أو الحيوانات كانت ضرورية لخدمة النظام الذبائحي للهيكل فالحجاج الذين كانوا يتوافدون إلى الهيكل من مختلف مدن الإمبراطورية الرومانية كانوا بحاجة لتصريف أموالهم إلى عملة الهيكل المعتمدة وبالتالي كان في ضرورة للصيارف أو لتأمين التقديمات أو شراء الأضحيات هذا التبادل النقضي والعمليات التجارية كانت ضرورية لمن هم حرصون على إطاعة وتطبيق فرائد الشريعة وبالتالي لا يمكن اعتبار حادثة الهيكل تطهيرا أو موقفا سلبيا تخذ يسوع ضد النظام الذبائحي في الهيكل إذا كان هذا الخط التفسيري صحيح وكيف نفهم مقاصد يسوع إذن من حادثة الهيكل في دفاع يسوع أو تبريره عن فعلته أو ما قام به في الهيكل يطلق يسوع أقوالا هي عبارة عن اقتباسين من الأنبياء الابتباس الأول مأخوذ من أشعي النبي بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم في السياق الأصل لهذا الاقتباس ينبئ أشعي بقول الرب احفظوا الحق وجروا العدل لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بره هكذا ببلش الإصحاء الشعية ستة وخمسين وعن مجيء خلاص الرب سيكون كل شعوب الأرض مدعوة للمشاركة ولعبادة الرب على جبل قدسه حيث تقبل محرقات كل الشعوب وذبائحي على مذبح الرب لماذا؟ لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب الواضح من هذا النص أن حفظ الحق وإجراء العدل كأنما ضرورتين لمجيء خلاص الرب وصيرورة الهيكل بيتا للصلاة لكل الشعوب أما الاختباس الثاني أنتم جعلتموه مغارة لصوص فهو مأخوذ من عيضة إرمية في الهيكل حيث ينادي إرمية بكلمة الرب لجميع يهوذة ويدعوهم إلى إصلاح طرقهم وأعمالهم وإجراء العدل وعدم ظلم الغريب واليتيم والأرمل وسفك الدماء الذكية والسير وراء آلهة أخرى ثم يخاطبهم قائلا ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع أتصرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كاذبا وتخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت أي في الهيكل الذي دعي بإسمه وعليه تقولون قد أنقذنا وحتى تعملوا كل هذه الرجسات هل صار هذا البيت الذي دعي بإسمي عليه مغارة الوصوص في أعينكم هذا قول الرب الواضح من هذا السياق الأصلي للاختباس الثاني هو نقد إرمية لقادة إسرائيل وبالأخص القائمين على الهيكل وعلى طرقهم وأعمالهم الملتوية إلى أن أصبح بيته الرب شبيه شبيها بمغارة الوصوص مغارة الوصوص عندنا ننظر إلى حدثة الهيكل من منظار هذين الاقتباسين والسياقات الأصلية التي وردت فيها لا يمكننا اعتبار ما قام بيسوع تطهير للهيكل إنما احتجاجاً علنياً ليس على الهيكل ولا على النظام الذبائي في الهيكل إنما على السلطة الدينية المشرفة على الهيكل وعلى سياساتها وممارساتها الجائرة بحق الله وبحق شعب إسرائيل حيث لا حفظ للحق ولا إجراء للعدل إننا طرق ملتوية وظلم وكذب وسرقة وقتل وزنا في هذا السياق يعلق وولتر بيرجرم قائلاً نعرف كل المعرفة تاريخياً أن زمن يسوع كان أن في زمن يسوع كان هناك نظام ممنهج من الاستغلال من قبل المشرفين مدنياً ودينياً على الهيكل رؤساء الكهنة وعائلاتهم كانوا يسيطرون على الهيكل دينياً وموارده جمعوا الغنى الفاحش الذي مكنهم من السيطرة والتأثير وبسبب ممارساتهم وسياساتهم الغير عادلة والفاسدة اقتنوا العقارات الضخمة والمساكن الفخمة وأمعنوا بدفع الرشاوة ونسجوا علاقات المصلحة الذاتية مع الولاة الرومان الذين تعاقبوا الشعب كان على معرفة بكل هذه الأمور كذلك نعرف أن المجموعات اليهودية المتمردة على الاحتلال الروماني كانت تعتبر الصدوقيون النخبويون العائلات الكهنطية من رؤساء الكهنة أعداء لهم الشعب بيعرف هذا الشيء هذا العداء ظهر جلياً في انتفاضة العام 66 ميلادي لأدت لحرب أورشليم وتدمير مدينة أورشليم والهيكل عندما سيطر المتمردون على أورشليم والهيكل أول عمل قاموا به كان اتلاف سجلات الديون المستحقة للنخبة الأغنياء في اليهودية ووقف الصلاة من أجل قيسرة في الهيكل كما الهجوم على النبلاء ورؤساء الكهنة والعائلات الكهنطية في المدينة حادثة الهيكل ليست تطهيراً للهيكل بقدر ما هي احتجاج علني ضد المنظومة السياسية الدينية الثالثة وقياداتها المشرفة على الهيكل والمتحكمة بالمفاصل السياسية والاقتصادية التي ارتبطت بالهيكل وضد ممارساتها التي كرست وشرعنت نظاماً متكاملاً من الاستغلال الممنهج لموارد الهيكل بدل أن يعاد توزيع هذه الموارد على من هم بحاجة له من شعب إسرائيل إن احتجاج يسوع والطريقة التي عبر فيها عن هذا الاحتجاج من قلب لموائد الصيارف لربما له معاني رمزية القصد منها الإنباء بدمار الهيكل على غرار ما فعله إرني النبي عندما طلب الرب منه كسر إبريق فخاري علامة على حكم الله الوشيق بالدمار على مدينة أرشلي وهيكلها وشعبها ليه؟ لأن الهيكل لم يعد يفي بالغرض الذي وجد من أجله وهو أن يكون بيت صلاة لكل الشعوب إنما أصبح مغارة لللصوص بيّن هذا البحث أن زمن يسوع كان هناك ثلاث منظومات للسلطة تكافلت فيما بينها وتكاملت مع بعضها البعض في السيطرة على المقدرات أو المقومات الحياتية والمقدرات المادية لشعب إسرائيل في القرن الأول ميلادي نسجت هذه المنظومة مع بعضها البعض شبكة من القوة والتأثير خدمة لمصالح مادية وتوسعية ولمنفع ذاتية شخصية ولمآرب سلطوية أنهكت المجتمع اقتصاديا وأفقدته عدلته الاجتماعية لم ينأ يسوع بنفسه عن أخذ موقف واضح من سياسات وممارسات هذه المنظومات السلطوية على العكس فهو كشف الأقنع عن وجوهه وفضح عوراته وانتقدها وشيطنها واحتج ضدها وضد سياساتها وممارساتها ودعا إلى مواجتها ليس بالعنف إنما من خلال مجتمع بديل تعاش فيه قيم الملكوت يجسد إرادة الله لخلقه ويكون الخميرة التي تخمر المجتمع وتجدده وتغير ملامحه شكرا شكرا دكتور جوني ناخد بعض الأسئلة وعنا حوالي 5 دقيق بس للأسئلة حدا عنده هل قدي طولت هل قدي طولت أنا لا بحنا بلشنا مآخر بلشنا مآخرين أخدت الساعة طيلو اهي لا لعنا نص ساعة مشهي بس كان مفيد جدا مش معنات إذا ما في أسئلة إنه البحث مش مهمة إنه البحث استوفى كل الأسئلة اللي ممكن تسأل ربيع عادي سؤال خلتك إلت أنه جواب يسوع أعطو ما لقيصر لقيصر وما لله لله جواب ضبابي هل هو مصبوض جواب ضبابي أو جواب واضح جدا لا هو جواب ضبابي بحد ذاته لأنه الفكرة هي كانت إنه ما يقع بالفخ تبعوله لكن السؤال تبعولنا كيف نفسر هذا القول لإسعو كيف نفهمه يعني وأنا جربت إنه من خلال نص تاني نوصل على ما يمكن أن يكون القصد يسوع منه لأنه يسوع بهذا الجواب وجه أنظار الناس على ندفع الجزي لقيصر أو لا بجوابه وجه الأنظار على فكروا بما هو لله قبل يعني جوابه مبهم كان ضبابي بس نفس الوقت هو جواب بيقل للمستمع في شغلة تانية لازم تفكر فيها لما بدك تفكر بهذا الجزي ما هو لله تفكر بما هو لله تصل ما هو لقيصر هيدا أحد في الطروحات الأربعة التي استعرضت تبين أن الطرح التي تطرح وانت تجد بمحل ما هذا مفهوم موجود بتفسير هذا القول أنا أذهب بشكل راديكال بفهم لألو السكر الجديد بالتفسير اللي أعطاها دكتور عزوات هو أنه ما في مملكتين يعني أنه أنت بالليل بتعيش لأله وبالنهار بتعيش للسلطة الفيستة ما في مملكتين هي في مملكة وحدة هي مملكة الله المبنية على العدالة الاجتماعية والاستقامة وإذا أنت عم تدفع الجزية للسلطة الفيستة أنت عم بتساهم بفساد هاللونا نعم نحق إلي بعد السؤال أو خلط خلينا نشوف إذا في حدا آخر عندي سؤال خلط تخضر معكم شكرا كمال الحيقة وطلعانية وطلعية الحيقة أكيد المقاربة للحضايا المنية خلط كيف حل أو بتخرج أكيد السلطة أو طبعا بس كمان عم تشك أنه جماعة الهيكل كانوا عن يستغلوا كمان كانوا عن يستغلوا يقول الشتات يعني أسعار لتكون هناك أسعار كثير غالية يعني كيف بدأ إليك يعني استغلون وهي ده فارد لنا من العدالة أنه عن يفتح هوني كثير لغض المطلق يعني هيدا موضوع ما كنت كمان مطلع من هذا الشي منصول يعني أنا عم بحاول أقول حتى كلمة أو وصفة بالتطهير من يعني في يسوع تظاهر في الهيكل عمل احتجاج علني وقف كيف في تظاهرات هون ببيروت في احتجاج علني ضد السلطة يلي كانت قائمة على الهيكل مش على النظام اللي كان ماشي لكن على استغلال لهذا النظام وتجهير موارد هذا الهيكل لمصالحها الشخصية هيدا هو وبيعتقد يسوع طبعا أنا بعتقد يعني أنه كل هذا الاستغلال كان كان أخذ اللقم من قدام الناس يلي بيحاج يلقلهم ويسوع يعني يعرف أنه كان منحاز للفقراء ووقف إلى جنبهم وهي أهمية مجيء ملكوت الله على الأرض أن الذين ليسوا ما بيقولوا بالإنجليزي دارنات صنبدي بي بي كام صنبدي المنبوذين والمهمشين بيدخلوا على نسيج جماعة الملكون يدخلوا على نسيج المنبوذين في مجتمع بديل يتشكل صنبدي صنبدي ربط ربط دكتور عزاج حدثة الهيكل بإشعية بالمصدر طبعا مهمة جدا جدا الاعتراض يسوع مش على البيع والشراء الاعتراض يسوع كان على انتفاء العدالي والاستغلال الشخصي وهيدا واضح بإشعية صحيح هيدا اللي نجس الهيكل مش البيع والشراء صحيح اللي نجس سؤال ما في حدا ربيع قدر المقاربة اللي اعتدنا حدثت في المحاضرة كلنا تشبه إلى حد كبير ويطعنا اليوم نعم والشخصيات اللي ذكرت حدثت تتجسد لشخصيات اليوم كان من المنظومة كان سيطول محاضرة ومحاضرة للموضوع تتجسد النوم أو تتنصح الآخرين يواجه أنا بنصح المسيحيين أنا بنصح المسيحيين ب وطبعا هذا الكنيسي كمان معني أن تكون رأس حربي في هذا الموضوع أن تقول الحق مش هذا موضوع بس أطلب من أنا محاضرتي موقف يسوع يتطلب من الكنيسة أن تكون كلمة الحق في مجال في كل ما يدور من مآسي في مجتمعنا وفي بلدنا وتكشف عورات تكشف عورات هذا النظام السياسي الذي نعيش وتكون كلمتها كلمة حق وعادلة من أجل بنيان مجتمع أفضل وتكون هي الخميري الكنيسي الخميري التي تخمر الجميع أو الكثير بس بس نحن بحاج نحن بحاج نحن بحاج إلى كنيسة تملك الجرأة التي انتلكها يسوع في أن يسمي الأمور بأسماء وتصوب خطابة وأن تقف إلى جانب المظلومين نحن كلنا مظلومين لكن نفس الوقت تواجه تواجه المسؤولين تواجه المسؤولين في هذه السلطة عندنا الشيء اللي قاله قاله بالملخص وقاله بالتوسع بالمحاضرة هو موقف يسوع هو وسيط لا تنيز الانسحاب من السلطة الفاسدة لنقضها ومقاومتها سلميا لا تغطي لا تغطي الكنيسة لا تغطي الكنيسة السلطة الفاسرة مش لازم مش لازم اسم اسم السؤال نحن بحاجة لحد يوعي الكنيسة هي جزء من هذا الوعي لأن الكنيسة عملية كشف الأقنعة أنا بدعي الكنيسة يعني أنا بعتقد هذا واجب الكنيسة كشف الأقنعة وفهمت يعني توعية الشعب ما عم بشوفه كتير موجودي موجودي وبعتقد في بعض القادس الدينيين عم بيحاولوا قدم فيهم يكشفوا الأقنعة عن هالسلطة هايدي وعن المقاسي الموجودي لكن كمان أنا شفت أنه لا في مجتمع مدني يعني عمل خطاب متقدم في كشف الأقنعة عن هذه السلطة فاسي مع الأسف نتائج الانتخابات النيابية ما دلت على أنه الوعي كافي إنها بحاجة إلى وعي أكتر وهكذا الشعوب يعني عنده تاريخ عنده تاريخ قد دواءت مرات لحتى اللي تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أنا بعتقد فيه بداية جيدة وأنا عندي أمل أنه هذه البداية تتوسع بصير أكبر وأكبر إلى أن نصل إلى مجتمع عن جد حديث مدني متطور متقدم في شفافية في وضوح في محاسبة في تفكير بالفقير والمهمة والمنبوذ أنا شوية متفائل خليمي متشائل بس يعني بالنهاية بالنهاية رغم ثورة يسوع على هذا الواقع إذا بد قتلوا قتلوا وبالتالي روما عاشت ثلاثمائة سنة من بعده وما غيرت قناعاتها بشي بعدين صارت روما سلطة دولة مسيحية أو إمبراطورية مسيحية ففي تاريخ مرات تاريخ دورة التاريخ يعني الوقت مهم بس إنه قتلوا لي يسوع وواجهوه بنهاي يصفوه صفوه بس كانت وسيلة وهيدا عنوان أنت عم بتقدم للمحاضرة الثالثة اللي هي كيف انتصر الله على السلطة الفاسدة بحسب سفر الرؤية فصحي أتالو بس بالنتيجة بفرجنا سفر الرؤية أنه أتقال مرات الله انتصر وأقام ملكوته نشوف بأي طريقة ما أفهم خطأاً أنا لما قلت أتالو بمعنى أنه إذا في عندك أصوات شجاعة تكشف الأمور كما هي تتواجه تتواجه قصة قصة يسوع لا تنتهي بصلبه نحن قصته بس صلبه هو كان جزء من هالمواجهة هذه جزء من هالمواجهة إنه منتصر أقام الله من بين الأموات وبالتالي هو هذا القيام إيه اللي أكملت مسيرته اللي أكملت تعاليمه وأكملت امتداد ملكوت الله في العالم إلى أن أصبحنا اليوم نحن هوني يعني يا مجرسي تطرق استعمل الله لحق الإنسان ما عم نحكي عن أضايا روحية بنتموت وفعنتم حياة أبادية بالسماء لا سفر الرؤية كان يتعلق بوضع آني على الأرض هيدا عنوان محاضرتنا الثالثة لهالسنة بـ 28 تشرين الأول مين دينا يا حاضر؟ عيدنية العيوش آآ أوكي إيه أنت بدك حل القصة تغري نشكر نشكركم لأجل حضوركم نشكر كتير اللي حاضرين كمان عن بعد بسكر في عدد كتير كبير عن بعد في عدد راح يشوف المحاضرة بيوصلوا لعدة مئات بالقلوب اللي بدوا يوصلوا لهالكلام نشكرك دكتور جوني والله يكون معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر